اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر في الفيديو ده هنقول ايه التحاليل اللي تعملها عشان تتطمن على صحتك ان انت كويس في الحقيقة لو انت بتشتكي من اي حاجة يبقى ما تعملش اي تحليل ولازم تروح للدكتور فورا والدكتور بعد ما يكشف عليك هو اللي بيحدد انت محتاج تحليل ايه وايه هو التشخيص بتاعك وايه هو العلاج المناسب ليك اما لو انت مش بتشتكي من حاجة خالص لكن عايز تتطمن على صحتك فانا هقولك على شوية تحاليل من وجهة نظر الشخصية يعني اننا نقدر نتطمن بيها كده على الحالة العامة بتاعتك وخصوصا كمان لو سنك اكبر من 40 سنة اول حاجة تعملها انك تقيس الضغط بتاعك اياس الضغط دي حاجة مهمة جدا زي ما قلت خصوصا لو سنك اكبر من 40 سنة احيانا الضغط يكون مرتفع وانت مش حاسس باي اعراض خالص فاول حاجة ايس الضغط بتاعك كمان ممكن تعمل تحليل راندن بلات جلوكوز اللي هو سكر عشوائي عشان كده ناخد فكرة ونتطمن على السكر بالمرة التحليل اللي تعمله بعد كده اول تحليل هو صور الدم كاملة ده بيدينا فكرة كبيرة كده عن الانيميا كرات الدم البيضاء الصفايح الدموية وبيدينا دلالة هل فيه اي عدوى في الجسم هل فيه اي مشكلة تانية ولا لا لكن احب انبه هو اسم صورة دم كاملة لكن مش بيبين كل حاجة في الجسم لان فيه ناس كتير بتسألني هل صورة الدم الكاملة مثلا بتبين الاورام هل صورة الدم الكاملة بتبين لا طبعا مش كل حاجة في الجسم لها حاجات معينة بنعمله عشانها بعد كده اعمل تحليل وظايف كلا سيرم كلياتينين وسيرم يوريا برضو هيبين لو فيه اي مشكلة ولا حاجة في الكلا هنتطمن عليها كمان ممكن تعمل انزيمات كبد ALT وAST كمان ممكن تعمل Libid Profile او الدهون في الدم نشوف الكوليسترول بتاعك ونشوف الدهون السلسية والدهون الضرة في الجسم ومستوياتها عامل ايه والدهون المفيدة كمان مستوياتها عامل ايه كمان لو انت في منطقة منتشر فيها شوية الفيروسات الكبدية اعمل برضو تحليل فيروس بي وفيروس سي اللي هو هيبطايتس بي سيرفز انتجن وهيبطايتس سي فيروس انتيبوتس كمان انصحك انك ممكن تعمل تحليل فيتامين دي فيتامين دال لانه نسبة كبيرة جدا من الناس عندها الفيتامين دا ناقص ومسبب لهم اعراض كتير زي دوخة وآلام في العظام ونسيان ومشاكل في النوم ومشاكل في حاجات كتير بسبب نقص فيتامين دال فممكن تعمل تحليل فيتامين دال كمان ممكن من باب اللي اطمئنان تعمل رسم قلب برضو هيبين لو فيها اي مشاكل في القلب ولا حاجة الى حد ما هيبينها لو عملت كل التحاليل دي ممكن تبعتها لي على صفحة الفيسبوك هسيب الرابط بتاعها تحت الفيديو وانا ان شاء الله هرد عليك واقولك لو فيها مشكلة ولا لا لكن احب انبه تاني انا بقول انت مش بتشتكم من حاجة وحابب تطمن بس على نفسك لكن لو فيه اي شكوى لازم تروح للدكتور ولازم تكشف ما ينفعش اي استشارة على النت لازم تكشف والدكتور يقعد معاك يقولك انت عندك ايه مطلوب منك فحوصات ايه وايه العلاج المناسب ليك دايما الدكتور اللي بيشوف الحالة ليه نظرة كلينيكية هو يقدر يحكم على الحالة فلو سنك اكبر من 40 سنة ممكن نعمل الحاجات دي كل سنة من بابل الاطمئنان مش هنخسر حاجة الحاجة الاخيرة اللي انا عايز انبه عليها ان النصيح المهمة ليك عشان تعيش حياة صحية انك اولا تمارس رياضة ولو رياضة تلماشي كل يوم على الاقل نص ساعة ولا حاجة تصبت وزنك السمنة عامل مهمة جدا تقريبا في امراض كتير قوي زي امراض العزام وامراض القلب والسكر والضغط وغيرها ابعد عن التدخين نفس الكلام التدخين عامل مهمة جدا في امراض كتير ابعد عن الضغط العصبي على قد ما تقدر ما تشيلش كل حاجة على نفسك حتى لو شغلك مثلا مرهق فيعني خلي الارهاج بدني ما تخلهوش ارهاج نفسي على قد ما تقدر حاول تعيش سعيد ايا كان امكانياتك وايا كان زروفك وايا كان المحن اللي انت جواها لازم على قد ما تقدر تحاول تخلي نفسك سعيد عشان ده برضو بيبعد عنك امراض كتير كمان الاكل بتاعك لازم يكون صحي ابعد على قد ما تقدر عن الفاستفود الوجبات السريعة ابعد عن اللحوم المصنعة جزئيا لانش ومش عارف ايه الحاجات دي قطر من الفكهة ومن الخضروات في الاكل بتاعك مفيدة جدا ابعد عن السكر وعن السكريات كريمات الشوكولاتات والحاجات دي وابعد عن اللحوم السمينة على قد ما تقدر ما تكلش حادق وحرق كتير ما تشربش شاي كتير وما تشربش قهوة كتير وفي النهاية احب اشكركم تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتنا